الوصفة دي من الوصفات الجميلة جدا سهلة في تحترها ومكوناتها اقتصادية تنفع فطار تنفع عشاء تنفع طبق جانيبي في الغادة تنفع كمان للانش بوكس في البداية معكم امل حسن قناة اوبين بوفيه لو اول مرة بتشوفوا القناة ما تنسوش تشتركوا وتفعلوا الجرس وتعملوا لايك للفيديو وتعالوا نبدأ وصفة للحشوة معانا جبنة قريش وجبنة بيضة ممكن نستخدم الجبن القريش بس مع باقي الجبن اللي هنحطها وممكن نحط كمان جبنة بيضة معاها معايا بقى مجموعة من الجبن الرومي والشدر والمزرلة وجبنة مسلسات ممكن اي انواع جبن متوفرة عندكم يعني لو هتستغني عن نوع مسلا او اتنين كمان ما فيش مشكلة يعني ده بيلم معانا بواقي الجبن اللي في التلاجة ممكن تستغني عن الرومي ممكن تستغني على الشدر عن المزرلة كمان طالما حطين قريش اه بضيف بس معلقة صغيرة من النشا بتمتص اي اه مية زيادة في الجبن معايا وبتعمل ترابط مع الجبنة المسلسات كده بتعمل ترابط للحشوة فبالتالي بقى بتلاقي الحشوة موجودة لسه بعد ما بتستوي على عكس فيه اه ساعات ما نعمل حشوات الجبنة ولاي جبنة اختفت لا بتلاقي ايه هورها كمان في الاخر ضفت حوالي معلقتين كبار مفرومين من البقدونس ونجيب بقى اي صنية عندنا ندهينها دهنة خفيفة زبدة اه ان القلب ده عندي مش بيكمل اللفة كلها يعني ممكن بقى ورقتين كده ولا حاجة فانت على حسب الصنية اللي موجودة عندك اخد حوالي خمسة من الورق الجلاش لو انتو بتحبوا الجلاش يبقى مورق معاكم اه ممكن تدهنوا بين كل رائين دهنة زبدة خفيفة لكن انا بحبها تبقى زي الفطيرة كده في النهاية فبعملها باخد حتى لو انت مثلا انا تعملي فصانية كبيرة خدي نص اللفة كلها وكملي زي ما انا ببعمل كده حطيت الحشوة كلها كده زي ما شايفين ابدأ اتني الجوانب بس نخلي بالنا بقى لو في زيادات وقفة زي كده نقطعها ونحطها برضو في الوسط ما فيش مشكلة نحاول بس باحنا بنختار الجلاش بنختار نوع يكون كويس انا هنا بقى هحط على الوش مش هحط خمسة هحط تلاتة بس لان انا تانيت الجوانب زي ما شفنا وحطت اجزاء من اللي اتقطعت في الوسط فكده لو زودت خمسة تانية بفوق هيبقى كتير قوي فكفاية تلاتة ابدأ بقى اتني الجوانب علشان ما تنشفش مني واقطعها يعني قطعة كده تلاتة سنتي في تلاتة سنتي حجمها يبقى بقى كويس او يعني زي ما انتم حابين حابين تقطعها قطعة صغيرة ما فيش مشكلة كلها بالشكل ده بس اطعمها ورحتها بيبقوا روعة بالرغم ان هي ما فيهاش لحوم او فراخ او سوسيس لكن طعمها ببقى جميل جدا احنا على فكرة عملنا قبل كده الجلاش بحشوة البيتزة برضو اه لو حابين تشوفوها سيبولكو في صندوق الوصف نبدأ بقى نعمل الخليط اللي هنضيفه على الجلاش علشان يطلعوا طاري كده وجميل معايا هنا بيضة بنزل عليها بكوباية لبن كوباية اللبن دي متين ملي مش كبيرة لمتين وخمسين لا هو مج صغير متين ملي فعلى حسب برضو الكمية اللي انتو هتعملوها آآ نص معلقة صغيرة فلفل اسود ومعلقة زبدة آآ سايحة بقى اللي بدول كلهم مع بعض وبنزل عليهم بقى بمعلقتين كبار دقيق الخليط ده بيدي تراوه وتماسك للجلاش وبيخليه كأنه فطيرة يعني مش آآ مش بيبقى ناشف بقى ولا كده ما ننساش بقى معلقة صغيرة بيكنج بودر ونقلب كل دول مع بعض وننزل بيهم على الجلاش يعني نحاول برضو لو انت عامل اللفة كاملة ممكن تزودي اللبن آآ معلقتين تلاتة واسيبو بقى يتشرب كده حوالي عشر دقايق على ما الفرن ما يسخن وبعدين بدخلو على الرف الاوسط آآ درجة الحرارة بقى بتبقى عالية يعني مية وتسعين مثلا علشان ما ينشفش مني في الفرن دايما الجلاش لو عايزا يبقى آآ ما ارمش هدي له النار شوية عايزا يبقى طاري معاكي عالي له النار سواء حلو او حادق شايفين طالع طاري بالرغم من انا محطتش جبنة على الوش يعني انتوا لو حابين تحطوا رشة مزرلة على الوش ما فيش مشكلة لكن هو خد اللون ده طبيعي كده من غير اي حاجة من غير اي اضافات على الوش وجميل جدا واخد ارمشة برضو آآ خفيفة كده من فوق ومن تحت وفي البسط طاري والحشوة موجودة زي ما هي يعني الجبنة مختفتش حشوة الجبنة دي على فكرة ممكن تعملوها في اي نوع من القرص من المغبوزات آآ عجينة العشر دقايق اي آآ مغبوزات ممكن تعملوا حشوة الجبنة دي فيها قبل بس منطلعوا من الفرن بنشغلوا الجريل آآ خمس دقايق والتبعي طبعا لان هو بيتحمر بسرعة علشان خليط اللبن والبيض بيتديلوا اللون ده شايفين اديه هو طاري وجميل والريحة ما اقول لكمش على ريحته تحفة جربوا بقى الوصفة دي وجربوا الوصفات كلها لانا بنزلها لكم ارتبولي بقى في التعليقات رأيكم في الوصفة وبشكركم كلكم على تعليقاتكم الجميلة وعلى متابعتكم تابعوني كمان على صفحة الفيسبوك هسيبها لكم في صندوق الوصف والسلام عليكم ورحمة اشتركوا في القناة